للعام الثالث يحل شهر رمضان على اليمنيين في واقع تسوده الحرب إلا أن مطلع هلال رمضان لهذا العام وأساعاته الأولى تبدو لحظات مكابدات في هذا الشهر الفضيل وروحانيته التي ألفها اليمنيون وهم يضفون على الصيام نكهة خاصة ومذاقا آخر بقليل من الفرح وكثير من الأوجاع يحل شهر رمضان على بلد تتقاسمه الحرب وتضاعف من مآسيه رمضان أو اليمنيين بالكامل يستقبلوا الحالة الاقتصادية المادية ضعيفة والردئة جدا لكن الناس فيهم أمل بالله سبحانه وتعالى تباين تلك المشاعر يبدو واضحا بين المناطق المحررة وتلك التي لا يزال كابوس الحرب مخيم عليها حيث تشهد المناطق المحررة استقرارا نسبيا وتوفرا في أساسيات الحياة حصلت تغيرات لكن الحالة طبيعية مستمرة ولا الناس ما شاء الله نسأل الله أن يوفقنا ووفق الشعب اليمني لا يكون مخير هنا عندنا الشعب اليمني يستقبل رمضان بكل فرحة وبكل تقاية يعني من قبل رمضان يجهزون الناس لكل شيء يجهزون لحياة واجدة ويسألون كلها ناس تكون فرحة نبقدهم رمضان في المقابل تظل مناطق الحرب مسرحا للمعاناة في ظل عوز الحال وسوء الظروف المحيطة برمضان خصوصا مناطق المواجهات التي لم يتوقف فيها القتال بلد يعيش أكثر من نصف مواطنه تحت خط الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي ويشهد الوضع الاقتصادي فيه تدهورا حادا وبطالة تتفاقم خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تفرض إتاوات مستمرة على التجار مما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ويزيد المأساة شهر رمضان الذي ارتبط بالرحمة والتكافل الإنساني بين الناس يؤمل فيه اليمنيون أن يكون فرصة للسلام حتى يتسنى لهم قضاء وإيامه بعيدا عن الحرب وويلاتها مع الحديث عن هدنة مرتقبة ليصوموا رمضان بسلام فهل تصوم الكاتيوشا عن أرواحهم؟